سلاح الميليشيات الصاطي على شوارع العراق ليس وحده ما يهدد حياة العراقيين فها هي مخازن أسلحتها تنذر بكوارث داخل المدن تفاقم أزماتها المتواصلة منذ سنين الانفجار الذي هزنج في نهاية تموزن الماضي كان جرس الإنذار من خطورة مخازن أسلحة ميليشي الحشد التي تنتشر داخل المدن وأطرافها وتتخذ من منازل النازحين والمباني الحكومية مقرات لها ذاك الانفجار الذي أعزته السلطات الحكومية لسوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة تلك الأسباب لن تقنع من أصيب بالانفجار أو خسر منزله نتيجة تطاير الصواريخ والقذائف المتأثرة بالحريق الذي اندلع في مستودع ميليشيا فرقة الإمام علي جنوب النجف مسؤولون حكوميون أكدوا لصحيفة العرب الجديد أن أكثر من ثمانين مستودع لميليشيا الحشد تحوي مواد شديدة الانفجار تنتشر في جميع المحافظات العراقية وتمثل قنابل موقوتة لا سيما أنها تقع داخل المناطق السكنية تتذرع الميليشيات بعدم توفر مستودعات بديلة لها وتلك حجة باطلة قال عنها مسؤول حكومي عندما أشار إلى أن ميليشيات الحزب الله والعصائب والنجباء تعتبر وجود سلاحها بالقرب منها مسألة أمنية وحساسة وهي تتعمد وضعه في المناطق السكنية لحمايته فبرأيها لن تقدم واشنطن على قصف تلك المخازن داخل المناطق المأهولة بالسكان فهي تعول على ضمير الطيار الأمريكي لضمان حياة المدنيين عندما تتخذهم دروعا بشرية وسبق أن كانت عدة مناطق في بغداد أبرزها مدينة الصادر مسرحا لانفجارات مروعة هزت مخازن أسلحة ميليشي الحجد بين عامي 2016 و2018 سقط على إثرها أكثر من 200 عراقي بين قتل وجريح تملك الميليشيات المدعومة من إيران مقرات خاصة لتخزين السلاح والعتاد الثقيل المتمثل بالصواريخ والقاذفات والمدافع فضلا عن عشرات الآلاف من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والكميات الهائلة من مواد التين تي والسي فور التي يصل وزنها إلى عشرات الآلاف من الأطمان وكلها بحكم المرخصة من الحكومة ومدرجة ضمن الترسانة ميليشي الحجد